اشتركوا في القناة المسميات الى الاشياء اللي عندك هنا داخل الـ events هذه اذا كانت نفس الـ events مثل ما هي موجودة ممكن تعطي اسماء مختلفة لكل event اذا كانت قطاع وهكذا لذلك احنا في هذا المقطع راح نبردو نتكلم عن الطرق اللي ممكن انت تتعامل مع التسمية في هذا البرنامج اول شي هذا الاسم اللي نشوفه هنا اسم ومو ضروري يكون نفس الاسم اللي هنا هو اسم ولكن غالبا لما انت اضيف شغلة هنا وتكون اسمها نفس اسم اللي تراك لوضوح الامور ولكن في بعض الاحيان وكثير من الاحيان يكون مثلا عندك هنا vocal وهنا vocal 1 vocal 2 vocal 3 وهكذا وليها ارقام علشان امور الحفظ والحذف وهذه الاشياء المتعلقة بالملفات اللي تحفظ فيها الـ regions هذه او الـ audio لذلك اول شي عشان اعرف انا اماكن المسميات بتشوف هنا الاسم موجود في خانة عرض للتراك وهنا وبرضو الاسم هنا في الـ pool فهذا الاسم الاساسي حق الـ event هذه في الاسم الفرعي اللي يكون على نفس الـ event هذه والان احنا ما نشوف اي كتابة على الـ event لان تحتاج تروح الـ option هنا وتجي الـ advance لاحظ هنا في شغلة اسم الـ اسمها don't show event name اذا عملنا هنا ها انتشيك نعمل اوكي الاسم صار موجود هنا فطريقة التسمية انت اذا حاب تسمي الـ event هذه على اسم للتراك ففي طريقة وهي انك انت اثناء التسمية مثلا راح اقول له علي لما اضغط enter فانا غيرت اسم نفس للتراك فقط لاحظ المسميات هنا ما تغيرت وظلت نفسها لكن وانا اكتب الاسم هنا راح اكتب علي وتضل ضغط shift وتضغط enter لاحظ المسميات اختلفت الان وهذه مثل ما اكتليكم شباب المسميات هذه الى الـ track والـ event مسميات فرعية لاحظ ما زال الاسم هنا في الـ pool ما تغير برضو تلاحظ هنا المسمى اللي فهذه الخانة لاحظ هنا المسمى لـ event هذه طريقة التسمية الى الـ event كلها لو كان عندك مثلا هنا مئة event فهذه الطريقة علشان تسميهم بشكل مباشر ولما اضغط right click لاحظ هنا الاسم برضو موجود فهذه الخانة وتقدر برضو تجي هنا وتقول له rename فالـ rename اللي موجودة هنا هي نفس العملية انا راح اسمي الان الـ event فباقول لهذا علي 1 لاحظ علي 1 انا سميت فقط الـ event ولما اجي له هنا واضغط right click برضو اقول له علي 2 وهكذا فانت في الحالة عندك الاسم هنا مختلف لاحظ الاسم هنا ثابت فالاسم هذا هنا الاصل مربوط بالـ track والاسم هنا متغيرة حسب طريقة التسمية حقك نجي الان لفكرة send front send back بكل بساطة شباب لما يكون الـ region هنا overlap يعني هذا الـ region او الـ event فوق هذا الـ event انت تبغى هذا يكون قدام او يكون خلف فهذه بكل بساطة لما تقول له send back او تقول له send front فخلي هذا امام هذا او خلف هذا هذي ببساطة نجي الان الى الميوت طبعا الامور هذي خيارات جدا سهلة وواضحة يعمل الميوت الى الـ event وممكن انت تقول له toggle وانا اتوقع شباب toggle هذي هي اللي بتكون مناسبة لنا افضل لانك انت مجرد انك تضغط shift to m تقدر تعمل mute و unmute ولكن لكن فكرة الميوت مباشرة هذي هي تختار مثلا هذي الـ event وراح يعمل اميوت كامل اليهم لاحظ عمل اميوت كامل ولكن الـ toggle راح يعكس راحظ الان الـ anumuted راح يصير muted وهذا راح يصير anumuted لاحظ العكس تماما فهذه فكرة الـ toggle وفكرة الميوت بالنسبة للـ anumute هي عكس تماما الميوت لما تعمل الميوت كامل الى جميع الـ events او تعمل لهم anumute وشفنا الفرق بين هذي وبين الـ toggle mute فاحنا في حالة اننا نبغى نعمل لهم جميعهم anumute فراحين نضغط الـ anumute هذي بكل وضوح الخيارات اللي موجودة عندنا في هذا المقطع هذا كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم تحياتي اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته